أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملت الناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يبني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعها ربيا في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مصفوفة أجربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لستعليهم بمصيتر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغشية وجوه يومئذ خاشعة عاملت الناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يبني من جوا وجوه يومئذ ناعمة لسعها رضيه في جاند عاليه لا تسمع فيها لغيه فيها عين جاريه فيها سرور مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيتر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملت الناصبة تصلا نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يبني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعها رابية في جاند عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وجرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكير إنما أنت مذكير لستعليهم بمصيتر إلا من تولى وكفر فيعذبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ترجمة نانسي قنقر